الثورة الاستاركسية فكرة واقعية حدثت داخل عجلة النوع استاركس ومجموعة ركاب انتفضوا على سائقها بعد انخدعهم وروغهم بخصوص الاجرة وعلى خلفية ما حدث اخذ الشاب على حاكم خيون بتطوير هذه الحادثة ونجح بتأليف كتاب يتحدث عن احتجاجات العراق منذ عام 2010 حتى ثورة 25 اكتوبر طبعا كتاب الثورة الاستاركسية هو اشبه بالبحث اللي ينعرض بطريقة ادبية يحاول يبحث فكرة الثورة ومفهومها بشكل عام هذا الكتاب كان فكرته وولادته وفي خيم الاعتصام باعتبار طيلة هاي الاكثر من 100 يوم احنا مع تصميم في ساحات الاعتصام والاحتجاجات ففي داخل الخيمة استثمرناها بالبحث وقراءة الكتب والاطلاع على اغلب الثورات العالمية وكذلك التاريخ العراقي الثوري الاحتجاجي حتى تكون عندنا ملكة احتجاجية حقيقية من خلالها نقدر انه نرفع الوعي الثوري او الوعي الاحتجاجي في الاحداث العراقية اللي تصير الان وكذلك المعرفة بالتفاصيل الواقع السياسي قراء شباب رحبوا بهذه الخطوة مؤكدين استفادتهم من الكثير من الاحداث المخفية عليهم والتي لم تذكر من قبل بعد قراءتهم مضمون الكتاب الصادر من رحم ساحة الاحرار طبعا كتاب الثورة الاستاركسية لصديقنا علي حاكم يوصل في هذه الفكرة جميلة عن ساحات الاعتصام من خلال الجلسات الثقافية الجلسات التوعوية بالشأن الوعي السياسي اللي جنا نقيمها طيلة هذه الفترة الاحتجاجات يتوصل الفكرة للعالم ولبقية العراقيين بان وجودنا في ساحات الاعتصام ومو مجرد تضيع الوقت وانما بالعكس هو قدرنا من خلالها نستفاد ونزيد وعينا السياسي ويرى مراقبون ان الثورة خالدة بشهدائها وشبابها ومثقفيها فيما يرى اخرون ان العنصر الثقافي ركن اساسي لا بد منه من كربلاء وليد الصالحي التغيير